اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حريص كمان ان هي تدوم وتفضل محل سعادة لكن واحنا بنتواصل مع احبابنا بيحصل احيانا خلافات بيحصل سوق تفاهم بيخلينا مشوشين اه بنحب بعض بس في حاجات بتعكر علينا عشتنا طول الوقت مع بعض عشان كده بنقلق والقلق ماولكمش عن القلق بيعمل ايه في المحبة بنقلق ان المحبة تضيع في عز عدم قدرتنا على التفاهم وبنبقى محتاجين نتطمن ان لسه فيه وصال وعشان كده النهاردة هنتكلم عن سلام الوصال الوصال يا سيدي في ذاته كده الوصال في ذاته كده سلام راحة راحت بال ولذلك عن لاقي مقدار امان وسلام الانسان بمقدار وصاله اللي بينه وبين ربه وبينه وبين الناس فالوصال ثمرة للمحبة المصونة بحسن التواصل فالوصال وثمرت التواصل الودود الرحيم اللي بيكون بيننا والوصال بالمناسبة الوصال ده هو وصل رايح جاي من الطرفين صحيح هو كلمة متكونة من اربع حروف لكن هو قصة كل حرف فيها بيشكل معنى من معاني الوصال فالوو فيها معناها الوفاق والصادم معناها الصادق والالف يعني الاليف واللام يعني الابد فالوصال عند الناس كلها هو الوفاق الصادق الاليف للابد يعني ايه؟ يعني علاقة جواها رحلة دايما للوصال وللعايش بالوصال فالوصال ده ما بيحصلش مفاجئة ان احنا نبص نلاقي نفسنا في حالة وصال ولا الوصال ده محطة بنوصليها وبعدين بتخلص لا ده الوصال عيشة دايما وكل مشهد بنعيشه مع احبابنا مهما كان في ظننا انه يعكر علينا صف والمحبة لكن برضو بيفتح لنا باب جديد من ابواب الوصال باب جديد من ابواب الوفاق الصادق مع احبابنا اللي بيخلينا نعيش معاهم في ألفا للأبد خلينا نشوف كده نجرب نجرب النهاردة في الحلقة بتاعتنا حاجة جديدة خلينا نشوف مع بعض كده مشاهد بتزعجنا بس نعيشها بس بنعيشها مع احبابنا ونشوف هل ممكن الوصال يفتح لنا سلام الوصال يفتح لنا باب من ابواب الراحة والسلام وخاصة لما يتفتح من باب الوصال مشهد مهم جدا جدا ومشهد صعب هو مشهد الغيرة في ناس كتيرة شعور الغيرة على أحبابها بيتبح وفي ناس بتتعب جدا من شدة غيرة أحبابهم عليهم هنا بقى بنتكلم عن الغيرة مش عن الشك الغيرة اللي هي الشعور بالضيق أو بالقلق من مشاركة الآخرين لينا في أحبابنا هل ممكن يكون مشهد الغيرة باب من ابواب الوصال للطرفين الغيرة بلا شك باب من ابواب الوصال لما يفهم الإنسان نفسية الشخص اللي بيغير الغيور ليه طيب لأن فيه قلوب كتيرة حوالينا بتزيد جواهم الغيرة عشان عندهم خوف زائد من التخلي أو الهجر جواهم حساسية شديدة دي جهة أي تصرف من أحبابهم يحسوا أن هم احتمال جبير يهجرهم أو يتخلوا عنهم أو حتى يبعدوا عنهم مسافة ولزايك تتحول للغيرة لباب وصال لما تستخدم مفتاح من مفاتيح الشخص هو أنك محتاج بشكل مستمر أنك تطمنه من وقت للتاني أنك متمسك به أنك تبين لي من وقت للتاني هو قد إيه أولوية من أولويات حياتك ساعت عايحس بإيه بالدنيا وما فيها شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيدير قلب السيدة عائشة شديدة الغيرة عليه در درجة أن مرة غيرت من طبق السيدة حافصة فكسرته فإزاي حضرت النبي كان بيطمنها فلما سألوه من أحب طبعا الناس بتشوف أني ده أمر معياري أن الرسول الله كان بيقول مجرد خبر معارف أن الخبر يوصل للسيدة عائشة فسألوه من أحب الناس إليك فيقول عائشة بعد كده يسألوه ليس عن هذا نسألك نسألك عن الرجال قال أبوها فالسيدة عائشة تحس بأن الرسول الله بيراعي نفسيتها نفسيته اللي بتغير وكان من كثرة كرم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الاهتمام والعناية بأحبابه كان الواحد فيهم يظن أنه أغلى حد على قلب رسول الله بابي وأمي صلى الله عليه وسلم فالواحد لما بيطمن على بيطمن أن حبيبه على مكانته في قلبه وما بيتغيرش وأنه مش هيقرنه بحد تاني ولا يتخلى عنه يهدى ويطيب قلبه وتقوى العلاقة بينه وبين حبيبه شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان السيدة عائشة يقول يقول السيدة عائشة كده مثل حبك في قلبي يا عائشة كمثل العقدة السيدة عائشة من وقت للتاني تسأل بقى شوف حضرة النبي كمثل العقدة بيطمنها فكل مرة تيجي تسأله السيدة عائشة تقوله كيف حال العقدة يا رسول الله يقول لها على حالها أما الشخص المفرد في غيرته محتاجي يرجع من كمخط وورا مش إنه يبطل غيرة ما بنقولش لحد إنه هو يبطل غيرة بالعكس الغيرة الرشيدة باب من أبواب الوصال لأنها بتحسسنا بالحب وتحسسنا بالاكتمام والرعاية بس إمتى لما نمارس الغيرة برشد وبفن فيه فن اسمه فن الغيرة وإحنا هتكلمنا قبل كده عنه مش نفرض فيها فتتحول لعب على اللي حوالينا المشهد التاني ومشهد الإحساس بالرتابة اللي إنه نحصل بشعور بالملل من المشاعر اللي بتتخلل حياتنا بنحس إن حياتنا اتجمدت دخلت الفريزة وإنه بقى الكلام ملوش طعم أول كلام هو الكلام الإحساس هو الإحساس الأفكار هي الأفكار إيه الروح بيقول جاي هو هو المشاوير نفس المشاوير أصع إن ملل كمال من في علاقتنا بيحسسنا كأننا جمدنا العلاقة مع أحبابنا فبقينا مش حسين اتجاههم بشيء لكن الملل في العلاقات مش جاي عشان يقطع الوصال بيننا بالعكس الملل جاي عشان نخرج من دقنا ونجر إهماننا الملل جاي عشان نعيد اكتشاف بعض مرة تانية إزاي نعيد اكتشاف بعض مرة تانية ده اللي عنا نتكلم عليه ولكن بعد الفصل جاي عنا لحضراتكم ومازلنا بنتكلم عن سلام من أهم السلامات اللي موجودة في بيوتنا وفي حياتنا وفي مع نفسنا وهو سلام الوصال واتكلمنا عن إن السلام دوت ممكن يتهدد لما تحصل رتابة في الحياة وإن الملل ده ممكن ناس كتيرة تشوف إن الملل ده ممكن يقضي على سلام الوصال بس أنا بنقول لهم لا إحنا ممكن نبص للملل مرة تانية إنه وجاي عشان نخرجنا من ضئنا ونهجر إهماننا لأحبابنا ونبتدي نفوق ونكتشف بعض مرة تانية إيه ده؟ يعني الملل ممكن يكون دافع وحافظ لينا وبوابة لينا على سلام الوصال إن نبتدي رحلة جديدة من الوصال وكل واحد فينا يحصل له يقضى الملل كان مر طب ما تيجوا نروح للسعادة اللي موجودة في سلام الوصال عشان نجرب أشياء جديدة مع بعض ونعيش مع بعض مساحات أوسع من المشترك ويفضل الحب يتجدد للأبد طول ما إحنا بنبتدي الحياة كأننا بنبتديها من جديد من بعد الملل مشهد التالت مشهد الإحساس بالتنغيص إحنا قلنا مشهد الغيرة ومشهد الرتابة ومشهد الشعور بالتنغيص إيه حكاية التنغيص ده؟ إيه الكلام بقى مش بس الكلام اللي من تحت لتحت لكن في حاجات لما بتحصل بتعمل حالة من حالات التنغيص زي كتر اللوم وكتر كمان الشكوى وكتر الانتقاد لما بتحصل كتر الشكوى وكتر اللوم وكتر الانتقاد بيبقى فيه مشكلة إن الفلسفة اللي بيعيش بيها الإنسان كثير اللوم وكثير الانتقاد هي فلسفة إنه هو دايماً بيدور على مين المخطئ مين الجاني مين اللي هو يشيل الخطأ كله ويشيل الليلة من غير ما يدور على مين الحل الشخص ده في أوقات كتيره بيقى على فكرة ما بيقاش وحش هو بس غالباً بيكون شخص ساعي للكمال أو عنده إحساس بالمظلومية ولذلك باب من أبواب الوصال اللي ممكن تتعامل بيه معاه إنك تتعود في أي مشكلة مع أي علاقة إنك تدور على الحل وتعوده على كده ولو كان اللي قدامك هو اللي كثير اللوم حاول إنك تشغل معه شريط البالغ من الشرائط الستة اللي احنا تكلمنا عنه مقبل كده يعني إيه تسأله أسئلة حقيقية مش أسئلة لا أسئلة استنكرية ولا أسئلة إحيائية وتاخدوا معك في مساحة الحلول عشان يترك نفسية المظلومية المشهد الرابع شوفوا المشاهد إزاي لما بنبس بنغير اتجاهنا في النظر إليها ممكن المشاهد يتغير وتفتح أبواب الوصال إزاي المشهد الرابع مشهد الصوت العالي والصوت العالي بقى كتير في بيوتنا آه صحيح الصوت العالي بيفزع الإنسان ويخليه طول الوقت حاسب التهديد حاسب الضغط حاسب عدم الاستقرار حاسب بأنه في حد بيهينه ساعات وده شيء مهم نتنبه ليه لأن حضرت النبي نبهنا أننا ما نفزعش حد وأننا لا نغضب وفي الغالي بالصوت العالي بإما هو انفعال بالغضب أو كمان نوع من أنواع التهديد اللي قدامنا بس لو فهمنا أن نفسية الشخص اللي بيعيش معانا واللي دايماً بيتعصب وصوته بيعلى هللاق إن الشخص ده والله بيقول لكم مجد هللاق إن الشخص ده رغم إن الناس شايفاه إنه قاسي وساعات إنسان جاف وإنسان مؤذي لكن في الحقيقة هو من جواه بيبقى أكتر الناس اللي حاسين بالقلق وفي طول الوقت هو عايز حد يتحامى فيه هو بيفزع ومشاعر التوتر عالي عنده الضغوط والغضب ملي فهو أكتر حد محتاج للسلام يبقى هل العلاقة مع الشخص العصبي مستحيل إن أنا أوصل بها إلى سلام الوصول لا الكلام ده من الصحيح صحيح العلاقة بتاعته هي علاقة ما اللي يعني تحديات بس لو فهمنا وفهمنا إن الإنسان ده هو أكتر الإنسان محتاج إن احنا نحسسه بالأمان ونروي بالحنان احتمال كبير جدا جدا يبقى قطية بالناس معنا إحنا ونخرج أجمل ما فيه ومحبته تملأ لبنا وتضعف لأنك أصبحت الملازل آمن له من مشهد بنسميه مشهد الاحتواء فيه مشهد تاني بقى بنعمله بقى بنبص عليه وهو مشهد كتير في بيوتنا قوي وهو مشهد التجزر الأسري يعني إيه التجزر الأسري؟ إن كل واحد يبقى قاعد في جزيرة لوحده المشهد ده بقينا بنشوفه كلنا دلوقتي لما كل واحد يدخل قطه ويقفل عليه أو ماسك المنبايل بتاعه ومش فاضي أو يقول مش عايز يتكلم أو مش عايز يتعامل مع اللي حواليه أو قاعد لوحده أو جواه يأس من العلاقة مع اللي حواليه فاختار يعيش جواه جوا البيت في جزيرة منفصلة عن كل اللي حواليه مشهد التجزر الأسري ده بيشاول لنا طول الوقت على الفجوة والجفوة اللي بقينا نعيشها مع أحبابنا عشان نرجع تاني نعيش عيشة حقيقية مع بعض نرجع فتحين قلوبنا لبعض من غير ما نحس إن العلاقة لا يمكن تكون أحسن من كده ولا من غير ما ننتظر مين اللي هيبدأ ولا مين اللي هيبادر في بنات كتير على فكرة نفسها تترمي في حضنة بوها ومنتظرة بس نظرة فيها حنية وفيه أباء موجوعين من جفاء أولادهم منتظرين بس يحنوا عليهم ويبصلهم بابتسامة كده إن هم مفخورين بيهم أو حتى سعداء إن هم أباءهم فمتا يعيسوش إن الأباء للأسف موجوعين هتلاقوهم في حالة يأس إن أبناؤهم يحنوا عليهم فيا يا أيها الأباء ويا أيها الأبناء العلاقة ممكن تبقى أحسن من كده وما تقايسوش والله يصدقوني العلاقة ممكن تتحسن حتى لو كان كل واحد فيكم أعرض عن التاني من كتر واجعه وإن الواجع ساب علامة فيه لكن مع كل مرة عن حاول نخبط على الباب ده وندخل فيه في كتير من الجدران هتتهد جدران الواجع دي هتتهد وتتلاشى وترجع لقلق تتفتح على بعض وتعيشوا مع بعض السلام الوصول طب هل ممكن تقولون على شوية مفاتيح كده تساعدنا في المشاهد اللي فاتت دي والمشاهد الصعبة اللي فيها تحديات إن احنا نفتح بها لقلوب هنقول على شوية مفاتيح مهمة في سلام الوصول أول مفتاح وده مفتاح مهم جدا مفتاح اسمه إدارة المشاعر يعني ما خليش مشاعري طول الوقت هي اللي بتسيطر علي وهو هي اللي بتحركني وخاصة في علاقة بأحبابي لما حس على سبيل المثال بغضب أو بغيرة أهدأ قبل ما تواصل عشان أفكر وأقدر أفكر ببصيرة وأتعامل بحكمة فكليل رسول الله عليه وسلم لما قال لا تغضب وأصدق إيه إن الواحد يحاول بشتى الصور لا ينفذ غضب ولا يحاول الشعوب الغضب عنده إلى سلوك احنا محتاجين نتعامل كده تاني حاجة سلسية أنا بسميها سلسية الإيه سلسية الحوار اللي هي سلسية الفهم والتفهم والتفاهم دي بتخلينا نعرف مفاتيح بعض فيقل الصراع عندنا وتزيد الألفة بيننا جدا جدا إن احنا نفهم أحبابنا زي ما ممّا بيتكلموا وانا تفهم ده وفاعهم وانا تفهم ما فيش حوار إلا وبنخرج منه بقدر مشترك ثالث حاجة ثالث مفتاح في مفتاح جميل أول للتواصل والدود الرحيم اسمه البناء إنك لما تتكلم مع حبيبك تسمع أفكارهم بعناية وتبني عليها تبني عليها يعني إيه؟ هو قال لك على فكرة إحنا كنا ممكن نتكلم مع بعض من زمان بس إحنا تأخرنا أنا معاك إن إحنا تأخرنا طب نعمل إيه عشان إحنا ما نتأخرش أنا بفكر إن إحنا نزود دلوقت إن إحنا نقعد فيه عشان ما يرجعش تاني نتأخر مرة تاني البناء على الأفكار ده بيعمل سعادة غامرة ما بين الناس وي بتتحاور مع بعض وبيحسسهم قدية إنك مهتم بيهم وبتسق في أفكارهم وبتحترم رؤيتهم رابع مفتاحه ده مفتاح لطيف كده ولذيذ اسمه لازم يبقى فيه روح فكاه من أكثر التواعم للوصال في أي علاقة هي روح الفكاه روح الفكاه على فكرة ممكن تخلي أي حوار مقفول يتفتح في لحظة فروح الفكاه دي مهمة جدا 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 رقم خمسة من المفاتيح المهمة جدا جدا لازم يكون فيه تجديد في أي علاقة تشاركوا بعض تجربة جديدة تمارسوا النشاط جديد سوا وده يخليكم تقدروا توصلوا إلى حالة من حالات هدم الجدران الواجعة اللي كانت موجودة بينكم هل ممكن نقول شوية حاجات كده تخلينا تسهل علينا السير في تجربة السلام من الوصال؟ آه نقول شوية حاجات أول حاجة لازم أنت ببساطة خالص ما تنساش أحبابك وما تسيبهمش ما تسيبش أحبابك من غير ما تعبر عن حبك ليهم دي سنة من السنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي كان بيعبر عن حبه لأصحابه بيعبر عن حبه لكل اللي حواليه وعبادة أمرنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحن نعملها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الصحابي وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبنا ليهم تاني حاجة ادي وقت لحبيبك تسمعهم وتفهمهم تسمعهم وتفهمهم بعناية وده شيء مهم جدا 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 لانك انت لو سمعتهم وفهمتهم هتلاقي حاجات كتيرة جدا جدا من الاوهام اللي بتجينا اللي عاملة حاجز بيننا وبينهم وبتخلي تقطع الوصال مش موجودة تاني حاجة لازم تخصص وقت تشاركهم فيه مهما كانت مشاغلك ولو نص ساعة تشاركهم فيه اللي هم اهتماماتهم واللي هم بيعيشوهم رابع حاجة لازم نصنع ذكريات جديدة عشان يفضل الوصال موجود اهتموا بصنعة الذكريات ما يعني انا اسف يعني ما حدش احتقر فيكم ان حد يكتب لحد على في اجندة ولا انه لما يديه له هدية انه يجيب روكارت فيه الحاجات دي مهمة جدا 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 في مسألة الوصال الحياة دي بتشحن حياة الانسان لمدة طويلة زي مهمة جدا جدا كمان في العلاقات ان الحد يحس بانك انت مهتم بتفاصيله ومهتم ان انت تعمله مفاجآت سرة في اوقاته كتيرة اخر حاجة انا شايف ان احنا محتاجين ان احنا نعملها ان احنا ندعي الله سبحانه تعالى في الصباح والمساء عشان نجعلنا من اهل سلام الوصال ونقول يا سلام اسألك ان تسكن قلوبنا وقلوب احبابنا في دار السلام وادم علينا من جمال الوصال ما به نحمدك ونشكرك على كريم ودك وكريم محبتك التي جعلتها فيما بيننا لكي نصل الى دوام الجمال بحسن الوصال يا رب العالمين اغرقنا في جمال الوصال حتى ندخل عليك يا ربنا من الباب الذي تحبه وهو باب الجمال يا رب العالمين اجعلنا دايما في سلام الوصال على الدوام حتى نغرق في شهد جمال نظرك إلينا يا رب العالمين ومتنسوش تحكمنا عن تجربتكم في العيش بسلام الوصال هنفرح بيها وانشارككم سعادتكم ان شاء الله لما تعيشوا في السلام اللي مليان بالجمال وهو سلام الوصال بعد الفاصل نتلقى أسئلتكم مباركة ونجيب عليها بوصال ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة وكمان في رمضان بنتلقى عليها تجاربكم وكلامكم عن السلام وخصة سلام النهاردة وسلام الوصال اللي يفضل بنا وصال دايما إن شاء الله ويزيد خيركم ومباركتكم إن شاء الله وناخد أول سؤال النهاردة من الأستاذة أمال من الأستاذة أمل السلام عليكم وعليكم السلام وراح أطلب بركاتكم زي حضرتك يا دكتور عمد كل سنة وحضرتك طيب يا فند فضل ونعمة زي حضرتك وحضرتك طيبة يا فند الحمد لله ربنا يزيد حضرتك من الخير دايما يا رب يا رب إن شاء الله بعد إذن حضرتك يا دكتور أنا عارفة اللي بيروح الحج دايما بيبقى لازم عايز يصالح الناس وياخد يعني يعني يسمحهم يعني أو يكده حتى لو ما فيش بينهم حاجة طب لكن لو الأولاد هم اللي عاملين المشكلة هل هم بقى اللي المفروض يعملوا القطوة دي ولا مين أصلا يعني الأولاد هم اللي عاملين مشكلة مع باباهم وممتهم أه 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 والمفروض إن هم يعني هم باباهم وممتهم ومهم اللي مخصمينهم عشان هم اللي عاملين مشكلة صح كده بابه و اممتهم يصلحوه مين بقى اللي المفروض Franca اللي المفروض يعمل الخطوة دي第三 الخيروهم اللذي يبدأوا بالسلام عسلام بكلم لا انا بتكلم على الاولاد اللي هم انا بتكلم على الاولاد اللي هم المتجاوزين وانو اولاد اللي هم كبار وولا اولاد يتخرجون لجمعة بالضبط صح كده فالاثنين مخاطبين فخيروهم والذي يبدأوا بالسلام سواء الابة و الام لكن الأساسي يعني أنه دايماً بننبه الأولاد أنه فضل الأب وفضل الأم هو طبعاً الأولى لكن لو واحد سمع أنه إيه لا أخير اسمه فخيرهما الذي يبدأ بالسلام فبدأ هو حتى لو كان كبير بتبقى كبيرة قوي دي وبنعلم الأولاد ما إحنا لا ممكن نعلم الأولاد وهم كبار نعلمهم إزاي الأخلاق مكرم الأخلاق ممكن فإذا كان بتسألينه مين الأولى طبعاً الأولى وأولاد هما اللي صالحوا الكبار بس في نفس الوقت الكبار كمان لو هو عملوا كده علموا الأولاد درس درس مهم جداً جداً في حياته نعم الأستاذ علاء اتفضل الأستاذ علاء السلام عليكم دكتور عمر وعليكم أستاذ يامر راح أطلعه بركاته هو سؤال خاص بزكاة المال يعني فضل أستاذلك يعني أنا بطلع زكاة المال دايماً في شهر رمضان من كل سنة نعم أنا بطلعها في حاجاتها أقول هالك كده هل هي فعلاً كده حاجات إيه بطلعها مثلاً للمستشفيات اللي بتتجاهز للأقارب اللي هم ظروفهم محتاجة لإفطار صائم يعني في هذه الاحتياجات هل الاتجاه ده صح لزكاة المال ولا في حاجة مخالفة بحيث أن أنا أعدل من هذا الإجراءات اتجاه الأولاني اللي هو الاتجاه اللي هو تعالف واحدة 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 أنا أسمعت حددك اتجاه الأول اتجاه لمستشفيات عن خليها في مسألة العلاج ومسألة الأجهزة اللي هي خاصة بالمرضى لأننا الأساس عندنا أن الفقير اللي هو المصارف التمانية بتاعة الزكاة يتملك الزكاة فعشان هو إحنا دلوقتي بندي الحاجات في أشكال أشياء بتوصل للفقير فلازم الأشياء دي تكون بتوصل للفقير مباشرة طيب فيبقى الأساس أن احنا نعمل الكلام ده طيب والفقراء أن نوع الفقراء الأقارب طبعا حاجة الثالثة أن مائدة الرحمن ومائدة الرحمن يكون الأصل فيها الفقراء نعم ويكون الأكل فيها هو الأجل الأساسي اللي بيأكله كل إنسان في هذا الطعام يبقى إذن إذا كانت المسائل كده فيجوز ده لكن الأولى في مواقع ده الرحمن وما إلى ذلك إن يكون ديت من الصدقات ونخلي الزكوات في المسائل اللي فيها البنود اللي احنا تكلمنا عنها دي نعم وستاذ محمد من الألوبية يتفضل أيها وستاذ محمد يتفضل علي السلام عليكم وعليكم السلام يا حتوكاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويبدو بس إن حضاك محتاجة توطي التلفزيون وتسمعني من التلفوني يا أستاذ محمد تفضل حضرتك على رأس تفضل وقلناك أنا تعبان بقالي مريض يعني بقالي سابع سمعني حضرتك سامحوا ديك كويس يا سيد محمد بقالي سابع سنين دلوقتي وكان كسروا تكسروا وعالسرير وبعدين ما صليش إلا بتيمم صاردين مع بعض وكده وده عفايا عايزة تتاهيلي أول شيخ بنا يجمع لك بأن تمام الأجر والعافية ويحفظك إن شاء الله ويجعل ثوابك ثوابا عظيما ويجعل السلوات التي تصليها باب بركة ونور وسعة وعافية على جسدك وإن شاء الله تكون أكثر تمتينا وثباتا لقلبك إن شاء الله ويجعل لك السواب العظيم إن شاء الله يا سيد محمد أستاذ إيمان تتفضل سلام عليكم دكتور وعليكم سلام عليكم أحدكم كاتب أنا عندي سؤال وعندي رجاء من حضرتك تتفضلي السؤال السؤال إن أنا كنت قاعدة متجوزة ابن عمي وكنت قاعدة سقنة أكثر من سبع سنين المهم هو يعني مش ملتزم في شغله أنا نزلت الشغل واشتغلت وعملت بيت وكتبت بإسمه وبإسمه بدليل إنه ينزل يشتغل ويصرف عليه أنا وأولادي قال خلاص ماشي لما بنتي تعبانة ما بقيتش يجب لها علاج وحاجات كتيرها بتحصل مش ملتزم في شغله حتى صاحب الشغل كان بيجي لحد البيت هو بيرفض مش عايز يروح تعبان تعبان كده المهم إيه اللي أنا غيرت العقادات بقيت بإسمي أنا بس وأنا اللي شايلة البيت كله ماشي يا دكتور يعني من مصاريف لعلاجات لكل حاجة ومن ساعة ما غيرتنا العقادات حامت معاملتها تغيرت لي وهو معاملته تغيرت خالص وهو يعني هي أساساً دي معاملته بس زادت شوية بقى تتجاهل أن يزاد عن السؤال فين يا أستاذ إيمان السؤال حضرتك أنت بقى تختار أنا مش عارفة أنا أعمل إيه مش عارفة أقول لك سؤال إيه هي دي مشكلة بينه وبنجوزي حاضر أجاوب حضرتك أجاوب حضرتك هتعملي إيه طيب اللي أنت كنت عايزة بتقولي فيه طلب طيب طيب اتسلي بينا يا أستاذ إيمان مرة تانية عشان نسمع طلب حضرتك أول حاجة أنت بتقولي لي أعمل إيه مسألة واضحة جدا جدا أن الحالة اللي بينكم دي حالة شويتين تلاتة أنت ربطت ما بين حماتك وما بين زوجك أن هم تغيروا لما أنت غيرت عقدات عقدات البيت اللي جيبتيه من شغلك لأن هم واضح أن زوج حضرتك محتاج بس يعرف أن فيه مسؤوليات على الرجل ويترك الاعتمادية واضح أن الاعتمادية دي تقلل السبب فيها بشكل واضح والدته طيب نعمل إيه نجلس ونقعد مع بعض ونتكلم بكل وضوح إحنا عندنا بيت وعندنا أولاد وعايزين نحافظ عليه فتعال أساعدك وتعال أقف جنبك وأنا وقف جنبك ومش هسيبك وعلى فكرة أنا ما تخلتش عنك وعلى فكرة لما كتبت العودات بإسمي ده كان بس عشان يبقى فيه أمان لأن أنا عايزك تتحفز وتنزل تشتغل الكلام الحاني الكلام اللي فيه إحساس بعدم العداوة هو ده أهم شيء ممكن تعمليه كلميه بإحساس أن أنت حبيبته وزوجته وحريص عليه ما تكلمهوش على أنه عدوك اللي عايز يضيع حياتك ويضيع حياته أولادك لا كلميه بهذه الصيغة ويدفع بالتي يا أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إذا ما كانتش بيننا عداوة فهو من باب أولى أن يرجع العلاقة في غاية غاية الرقي وغاية غاية الفتح إن شاء الله نعم مين معنا؟ السيدة موزياد تتفضل سلام عليكم يا شيخ عليكم سلام عليكم يا شيخ لو سمعت يا شيخ أنا ابني عنده 11 سنة و4 شهور وبقاله يومين بيجي من المدرسة مش قادر يكمل صيومه هل هو السن ده مكلف بالصيوم وممكن بعد كده بعد رمضان يرجعهم يصومهم تاني في أيام تانية هو مش قادر يصوم يعني إيه أولا أنا عندي سؤالين سؤال أولا نوى بلغ ولا لا أنا مش عارس أي على ما تلبلغ ما تلبلغ الاحتلام أن يظهر شعر على العانة حاجات زي كده هو 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 دلوقتي بلغ يعني أنا شايف أن والده أو أي حاجات يسأله يسأله بشكل واضح عشان بس نعرف عن نتكلم عن إيه عشان أنت بتقولي لي دلوقتي هو دلوقتي هو إذا جيه أفطر يعوض الأيام دي ولا لا فلازم نعرف هو بلغ ولا لا عشان نعرف هو مكلف ولا مش مكلف هو عشان بينزل المدرسة الصبح ساعة 8 الصبح على ما بيجي أنا مش معترض على ده حتى مش معترض إذا كان هو قد بلغ وعيفطر عشان وعيفطر لأنه مش قادر هنتكلم في الحكم ده إحنا الصيام مش جاي عشان يعزب الناس هو لو مش قادر يسوم بمعنى إنه هو يحصل له حاجة هو مش قادر يحصل له حاجة بيغمع يغمع عليه لأ طبعا الشرع ما قالش كده لكن الشرع كمان قال لو كان عنده أي شيء من من فقر في أي معنى عنده بعد الشر أي حاجة تتعلق بالصحة نحسن صحته لكن السؤال دلوقتي السؤال الأهم هل هو بلغ فإذا بلغ وخلاص هو مكلف فإذا هو يفتر لو كان الدكتور قال له إنه يفتر خلاص يعوض الأيام التانية دي في أيام تانية تكون يمكن إنه يصوم فيها إذا كان هو الدكتور قال له يفتر لأنه مش يقدر أو إنه هو حس إنه خلاص يغمع عليه فأفتر عشان ما يجلوش مرض ده الحالتين اللي هيفتر فيهم الحالة اللي هو خايف فيه على نفسه أو الحالة اللي الدكتور قال له يفتر عشان هو لا يستطيع السيام أما وإذا كان هو لسه في بلدات الصيام يتعود على الصيام وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الصيام ده كله إذا كان هو بالغ أما إذا ما كانش بالغ سبيع ست يصوم أو ما يصومش إن شاء الله ربنا سبحانه وتعود على الصيام وإن شاء الله ربنا يبارك له لكن ما تقصوش على الأولاد لو كانوا مش قادرين يصومه هم هيتعاودوا على الصيام شيئاً فشيئاً أستاذ أحمد أيا سلام عليكم أتفضل أستاذ أحمد بأتكلم عن زكاة المال بالوقتي لو أنا بحسب زكاة المال كل أول رمضان فأنا باجي رمضان اللي فات بشوف كان معايا كام وده اللي تم عليه الحل وبطلع عليه الاتنين ونصف في المية بس لما باجي في رمضان ده بيكون المبلغ مثلاً زاد بمبلغ يعني لو افترضنا أن أنا بادي ب100 جنيه للإفتراض جيت السنة دي معايا 300 جنيه 300 جنيه دي في جزء منها حييجي الشهر الجاي يتم الحول وفي جزء منها حييجي بعد شهرين يتم الحول أنا للتسهيل للحساب بحسب من أول رمضان لأول رمضان طب أحسب الفروق الحسابية دي إزاي بحيث أن ما بقاش فيه تأكير للذكر طيب اللي حصل اللي حديك بتقوله ده تم نقشته من زمان في مؤتمرات لحساب الزكاة واستقروا على طرقتين إما ناخد تاريخين ونحسبهم لكن في النهاية استقروا على هذا المعنى اللي هو نحدد سنة نحدد موعد في السنة ونطلع على الزكاة ممكن تطلع في أول سنة زيادة عن الأموال اللي بلغت النصاب بس أكيد في السنة التانية مش هتطلع إلا على الأموال اللي بلغت النصاب أما الفروق اللي حضرتك بتقولها دي ما تطلع الزكاة عليها السنة الجاية لأنها بلغت النصاب ويطلع عليها السنة الجاية فالطريقة دي هي أفضل طريقة محاسبية لأن انت عشان تعمل لكل مال بيجي لك نصاب عشان تعمل لكل مال بيجي لك حول ده محتاج واحد متفرغ بس للأموال دي عشان يقدر يحسبها انت عايز تخلي لكل مال حول لا بأس بس ده في معاناة شديدة لكن الفتوى استقرت على أن احنا بنحد التاريخ ومنطلع على المال اللي موجود في الرصيد في هذا التاريخ وده الأفضل والأسلم واللي جرت عليه الفتوى نعم أستاذ محمد من الشرقية تفضل ألو ألو أستاذ محمد تفضل السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام عليكم يا حاجة محمد بس أطمع أن حاجة توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون لو سمحت حاضر حاضر يا دكتور تفضل يا حاجة محمد ازاي حضرتك تفضل ونعمة الحمد لله أنا بروح حذر رحوا الجامعة حضرتك يا دكتور نفسي رحbi صلي في الجامعة ومانج نفسي صلى نفسي صلي في الجامعة أطول حضرتك طيب أقولك حاجة يا حاجة محمد انت عتحاول وتسأل الدكتور عتعمل حاجتين عتحاول وتسأل الدكتور الدكتور قالك لا بلاش المجهود ده انت بتخرج للشغل وبتتحرك ولا لا اي حاج محمد اه انا بروح لسواج مع اولادي بروح نبيع الفاكهة وخضروا كلام من يعني بتقدر تخرج اه يعني اه بخرج حضرتك طب خلاص اخرج للمسجد لكن الدكتور لو قالك لا ما تتحركش وتروحش للمسجد لا فاذا كنت انت بتنهك قد يكون النهاجان دات لاي سبب من اسباب تاني غير غير التعب غير تعب الصدر لكن لو ان فعلا الدكتور قالك لا بلاش تطلع سلم والمسجد ليه سلم او بلاش تنزل السلم مرات كتير او انت بتنزل وتطلع السلم بتاع البيت بتاعك يبقى التزم باللي قالولك الدكتور طب ولما هتتلزم باللي قالولك الدكتور ومش هتروح تصلي هيكتب لك ان شاء الله السواب ليه طيب لان الرسول الله سلم قال لنا ان اناسا بالمدينة ما صرتوا مسيرة ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم قالوا اهم في المدينة يا رسول الله قالوا اهم في المدينة حبساهم العزة فان شاء الله ربنا يكتب لك ثوابك وانت صحيح معافى ان شاء الله فيكتب لك الثواب ان شاء الله فابشر يا حاج محمد السيدة محمد تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت انا معايا والدتي يا شيخ يعني صليت اللسان شوية استغفى الله العظيم حد يقول على والدته كده يعني ان هي يعني افعلها ان هي عايزة تطلقني باي طريقة بتعمل مشاكل يعني ممكن تقعد مع جزء تخرب الدنيا تعمل مشاكل بديها فلوس يعني عايزة تكبرني ان انا اديها فلوس لو مدت لهاش فلوس تبقى عايزة ده علي اعمال على بطال يعني مقدرش ان انا قول لا انا ما معيش فلوس انا مش عارفة ايه تقول لي لأ ده انا ليه عندك انا مش عارفة ايه وهي أصلاً ما لهاش أي حاجة عندي فأنا مختصرة ليه بتقولك ليها عندك ليه؟ ربيتني وكبرتني والحاجات دي طيب إيه تاني بقى؟ فين سؤال بقى حضرتك؟ أنا دلوقتي مختصرة يعني أنا مختصرة منها أو أن أنا كل ما بكلمها بتخلي قلبي كده يولع نار بتعصبني بتعمل حاجات يعني غريبة يعني بتعمل حاجات كده مش طبيعية فأنا دلوقتي لو أنا مثلاً اختصرت منها أو أن أنا بقى سلام سلام بس ده هل ده حرام علي ولأن أنا مجبورة أن أنا أديها أنا مش شغالة حضرتك أنا بأخذ مصروفي من جوزي ومش شغالة طيب أعجاب على حضرتك حاجة محمد أولاً بس عشان نبعارفين أن بر الولدين ده حاجة ما فهاش تفاوض مش هنتفاوض عليها لكن كمان في قاعدة تانية أن الدرر يزال يعني لو كان أحد الولدين مؤذي بيأذي إنساء بيأذي ابنه بيأذي ابنه بإنه هو عنده بيطالب منه حاجاته يكلفه ما لا يطيق ما يستجبش الإبن اللي هي هذا الأمر فأنت لما عاكيش فلوس وإيه بتطلبك أن أنت تديها فلوس لا يكلف الله نفساً إلا وسعاه لكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف لازم في الأخ خالص تعمل إيه؟ تحسني إليها وتتعامل بيها بالحسنة طب إيه بتقول لي كلام وحش اسمع من هنا وفوت من هنا طب إيه لو قالت لي كلام وحش هرد عليها؟ لا ما ترديش عليها طب إيه لو قالت لي كلام وحش ممكن ما تتصلش بيها عشان ما سمعش الكلام الوحش ده؟ آه بس لازم تتصل بيها في أوقات بحيث ما تقطعيش بينك وبينها خالص أظن الكلام واضح يعني أنت ما تضرريش نفسك لكن في نفس الوقت ما تقطعهاش اللي أنت سميتيه الاختصار ده الاختصار ده أنواع ممكن واحد يختصر يعني يقاطع لا مقاطعة ما فيش مقاطعة اختصار بمعنى أنت ما تتصلش كل يوم ما تتصلش كل يوم تلات مرات أربع مرات عشان ما يحصل لكيش الأزى لا بأس بس لازم تشاري عليها وتسألي عليها لأنه يا أمك ولازم تحسني إليها أظن الكلام واضح والمعيار واضح جدا جدا ما تقزيس نفسك بس ما تقطعاش وتحافظ على ودها وتصبري عليها وتصبري عليها لأن في الأخ خالص هي قالت كلمة والكلمة دي صحيحة أن هي ربنا سبحانه وتعالى جعلها سبب في وجودك وجعلها سبب في أن هي ربتك فأنت لازم تحسني إليها وأبشري لما تصبري عليها وتتحملي بعض شوية شوية كلام منها كده ربنا يجعله في ميزان حسناتك ويرفع درجتك وأولادك يحسوا أن أنت إنسانة طيبة مش إنسان ممكن يدوس على اللي كان سبب في وجوده وشايتها ربنا سبحانه وتعالى يكرمك كرم عظيم وعشان كده بنقول للناس دايما نخليكم في وصال عشان ما يقضرش الوصال ويبقى فيه والعياذ بالله جفاء وتبقى القلوب عليها سخور زي الجبال استمروا في الوصال وما تقطعوش نفسكم عن حبايبكم استمروا معهم وكلموهم وتستمروا معهم في الدعم واستمروا في العمل المشترك معهم وما تسبوهمش أبدا لأن سلام الوصال من أعلى درجات الجمال وتعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى عشان يرزقنا سلام الوصال ونقول يا سلام أسكن قلوبنا وقلوب أحبابنا في دار السلام وأدم علينا من جمال الوصال ما به نحمدك ونشكرك يا كريم على دوام الجمال بأن أكرمتنا بجميل ودك وكريم فضلك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك أن تتجلى علينا على الدوام بالجمال وتجعلنا دائما من أهل حسن الوصال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بجمالك واجعلنا من أهل وصالك على الدوام يا أرحم الراحمين